بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قيب الكلام كلام الله رب العالمين ما زلنا ننظر ونتأمل في تفسير سورة الواقعة هذه السورة المباركة التي تذكر بمشاهد من أهوال يوم القيامة وتذكر بالنعيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين في الخلود الأبدي وتذكر بالعذاب الأليم الذي أعده الله تعالى للمكذبين وما زلنا ننظر ونتأمل في فصول هذه السورة المباركة ووصلنا إلى الآيات والبراهيم العقلية والعلمية الدال على عظمة الله وعلى جلال الله وعلى كمال الله بعد أن استعرض مولانا عز وجل المعطيات المتعلقة بالنشأة الأخرى وبالعالم الآخر بعد الموت والهلاك ثم البعث والنشور والجزاء أكيد هناك من يكذب وهناك من لا يصدق فربنا عز وجل في المقطع الذي وصلنا إليه سيسوق لنا أدلة علمية وبراهين عقلية من الكون حولنا تدل على قوته وعلى قدرته وعلى ألوهيته تعالوا بنا نقرأ هذه الآيات ثم نقوم بتفسيرها يقول ربنا عز وجل بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تونون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله مولانا العظيم نكتفي بهذا القدر نقوم بالنظر فيه ثم نواصل ما يلي من الآيات البينات من كلام الله عز وجل هذا المقطع الحق عز وجل يخاطب المشهكين ويخاطب الملحدين ويخاطب المشككين ويسوق الأدلة العقلية العلمية على البعث والنشور فيقول سبحانه نحن خلقناكم فلولا تصدقون أي أن الذي خلق الخلق من البشر ومن الكون من حوله من؟ هو الله عز وجل أي يزعم أحد أنه هو الخالق؟ حاشا وكلا الله تعالى أوجد الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا الإنسان لم يكن مذكور لم يكن موجود أنت أيها الإنسان انظر إلى بطاقة تعريفك وانظر إلى تاريخ ميلادك ستجد أنك قبل ذلك التاريخ المكتوب لم تكن شيئا مذكورا كنت عدم ثم سيرك الله تعالى إنسان خلقك جل علاه من غير عجز ولا تعب وأعطاك السمع والبصر والعقل والفؤاد وأعطاك الإرادة وأعطاك كل شيء ثم بعد أمر طويل يقبض أرواحنا ونموت أليس قادر سبحانه وتعالى أن يحي الموت بلى إنه على كل شيء قدير بهذا ربنا عز وجل يوبخ الملحدين والمشركين والمشككين يوبخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون كل يوم مظاهر الحياة والموت والبعث في حياتنا اليومية لهذا ربنا عز وجل سيعرض آيات القدرة المبدعة في خلق الكون وفي خلق الأنفس البشرية سوف يتحدث عن الزراعة ما يزرعه الناس عالم الفلاحة وسيتحدث ربنا عز وجل عن عالم المياه في الأنهار والسدود والأبار وكل ما ينتفع بالإنسان من حيث الشرب والغسل وغير ذلك ويتحدث عز وجل عن النار التي توقد وهي من أبسط الأشياء تقع تحت أبصارنا ويتحدث عن أشياء أخرى كثيرة ومتعددة ويتحدث عن النسل عن الخلق كيف يكون كل هذه أدلة وبرهين هي آيات القدرة المبدعة الدالة على عظمة الله وجلال الله فكيف لهؤلاء الناس يلحدون ويكفرون ولا يؤمنون قال ربنا عز وجل في أول الأدلة المتعلقة بالنسل الخلق قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون الله عز وجل أعطان مثال بأبصط شيء هين أفرأيتم ما تمنون تمنون يعني ماء الرجل يعني ذلك ما يسمى بالمن الذي عند الرجل والمرأة عندها المنية فهذا الماء الذي نحن كلنا خلقنا منه من الذي جعل فيه الخلق هل البشر أم الخالق عز وجل الله عز وجل انظروا إلى جلاله لما خلق الذكر وخلق الأمتة جعل جعل لكل منهما آلة الذكر له آلته والأمتة لها آلتها وهذا كل منهما لما يحبه الآخر لاحظوا العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة محبة ومودة ورحمة خلق فيهما الشهوة كل واحد يبحث عن الأرهر الدكر يبحث عن الأمتة ليتزوج بها والأمتة تنتظر على أحر من الجمر متى يأتي هذا العريس وبينهما إنجداب قوي ثم ربنا عز وجل أعطى لكل منهما آلة خاصة البكر لا يشبه الأنت وركب فيهم الماء لذي قال فيه تعالى أفرأيتم ما تمنون وجعل بينهما مودة ورحمة سبحان فيه جديد من أجل أن يقع التزوج ثم يكون هو السبب للتناسل فلولا أن الله فعل خلق هذا الأمر ما كان البشر البشر لما يتقي الرجل مع المرأة مدى يكون عملهما ليلة الزفاف يلتقيان والرجل يبشي المرأة وبعد ذلك ينقطع عمل الرجل والمرأة فقط ليلة البريد ثم ينقطع العمل ثم تبدأ يد القدرة الإلهية في العمل تصور أن القدرة الإلهية تأخذ هذا الماء المهيد المسمى بالمن وربنا سبحانه وتعالى يلاقيه مع البويضة ويبدأ الإخصار وتبدأ القدرة الإلهية تعمل في الخلط وتنضميه ويبدأ ذلك الماء يتحول إلى دم ومن دم إلى من نطفة إلى مضغة إلى علقة إلى أن يبنى الهيكل العظمي ثم ينفق الله فيها الروح ومنذ اللحظة الأولى وهي لحظة مؤثرة تبدو معجزة الله وتبدو قوة الخارقة التي لا يسمعها إلا الله عز وجل والبشر لا يدري كنها ولا طبيعتها سبحان الله هناك علماء الطب وعلماء الحياة علماء البيروجة هم أشد الناس إيمانا بالله لأنهم يرون هذه الأمور أمام أعينهم بالمجهر بالميكروسوف يرون تفاصيل غريبة تحدث من الذي يحدثها هل هي الطبيعة كلا الطبيعة صماء بكماء عمياء لا تدري لا إرادة لها ولا قدرة لها وإنما هناك صامع مبدع هو الذي يتدخل فيصلح وهو الذي ينشئ علماء البيولوجيا وعلماء الطب يتحدثون عن قصة الخلية خلية واحدة منذ أن تمنى إلى أن تصير خلقا إنها قصة أغرب من الخيال والإنسان عنده ملايين الخلايا في الأول تبدأ خلية واحدة الخلية تبدأ في الانقسام وفي التكاتر فإذا هي بعد فترة قصيرة تصير ملايين ملايين الخلايا إنها تتكاتر تتكاتر وكل مجموعة من هذه الخلايا الجديدة لا خصائص تختلف عن خصائص المجموعات الأخرى لأن كل خلية مأمورة من طرف الله تعالى لكي تمشئ جانبا خاصا في المخلوق البشر سبحان الله ملايين ملايين الخلايا في رحم المرأة ثم تبدأ بالانقسام خلايا تذهب لتمشئ العظام وخلايا تذهب لتمشئ العضلات وخلايا تذهب لتمشئ الجل وخلايا تذهب لتمشئ الأعصاب ثم خلايا أخرى تعمل لخلق العين وأخرى لعمل الأذن والأخرى لخلق اللسان وخلايا تعمل البدد وهي الأكثر تخصصة في المجموعة السابقة كل خلية تعرف مكانها وتعرف وظيفتها لا تخطئ أبدا هل يمكن أن تخطئ خلية العين فتذهب إلى جهة الأذن أو خلية الأذن تذهب إلى جهة اللسان أو خلية القلب تبدأ من العقل أبدا إن كل شيء يقع في محله لا يمكن لخلية البطن تطلع في القدم أبدا بهذا الكيام البشري حينما ينشأ ينشأ في أحسن تقويم لأنه يقام تحت عين الخالق هنا لا عمل للإنسان في هذا المجال منذ البداية اسأل أمك واسأل أباك هل هم اللداني خلقات وصماعات وضع عليك السمع والبصر والفؤاد والعقل أبدا كل ما يذكره أمك وأبوك أنها ليلة من الليالي الجميلة الحميمية خلأ الأبو بزوجته وبعد مدة شعرت المرأة بالألم في بطنها تعلم أن عندها الوحم ومن ثم بدأ الحمل ومن ثم بدأ يكبر هذا الحمل ويتحرك إلى أن تأتي مقر الولادة كل هذه المراحل لا دخل للبشر فيها وإنما الله عز وجل هو الذي خلق يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الإنسان فقط ينظر إلى نفسه وفي أنفسكم أثلا تبصرون أنا أدعو كل واحد مننا أن ينظر لحظات تأمل في المرآة ينظر إلى وجه ينظر إلى عينيه وينظر إلى حاجبيه وينظر إلى أدنيه وإلى أنسه وإلى ثمه وإلى أسنانه سيرى العجب العجاب مجرد الأسنان ترتيبها وتوزيع مهنها دالة على إيمان بالله أطباء الأسنان أشد الناس إيمانا بالله لأنهم يطلعون على سر الأسنان والأدرس ويعلمون بأن وراءها خالق المبدع أما أطباء العيون فهم أكتبوا الناس إيمان ويقين لأنهم يرون عجائب قدرة الله في البصر وقس على ذلك أطباء السمع وأطباء النطف وأطباء المخ وأطباء القلب وكل ما في الجسد البشري دال على عظمة الله وربنا عز وجل قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من قيم ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة وضغة فخلقنا الوضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين يا سبحان الله من أكبر الأطباء العالمين موريس بوكي الطبيب الفرنسي الحاضق الذي أخذ جائدة موبل في الأبحاث الطبية وقد كتب كتابه المشهور تحدث فيه عن عظمة القرآن حينما يتحدث عن مضام الأجنة والخلق وأكد بأن هذا الكلام علمي بقيق ولا يمكن لمشر ميكرو محمد وهو كان أمي وفي البادية ويرعى الغنم أن يقول هذا الكلام العلمي المتخصص جدا إلا أن يكون وحيا من السماء فسبحان الله العظيم ربنا عز وجل بعد ذلك يقول نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن لمسبوحين يعني يتحدث عن البداية ويتحدث عن النهاية البداية البداية هي الخلق بمطفة المني التي تمنى من ناء مهيم النهاية لا تقل إعجازا ولا ضرابة لا شك أن كل واحد مننا عاشى حالة الموت فارق أحد أحبابه وأقاربه إما الوالدين وإما الأعمام وإما الأخوال ولاحظ ثقرات الموت وكيف يكون الإنسان يتكلم معك وكأنه قادر على كل شيء وفي لحظات يدب إليه المرض أو تأثير ستة قلبية وتراه كيف كيف بدأ يدب وكيف تتعطن كل قدراته وقواه وكيف يقع له تسرب الموت وأي سطار له لا يقاوم ثم تراه جتة هامدة لا تتحرك وإذا بقي يوم واحد لن تستطيع أن تتحمل رائحته الكريهة فلهذا يقال إكرام الميت التعجيل بدفنه يا سبحان الله انظروا إلى البداية وانظروا إلى النهاية من الذي سلب منه الحياة سلب منه الروح ثم إذا به ينتقل إلى عنم الأموات ربنا هو الذي قدر الحياة وهو الذي قدر الموت في هذا قال نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أي لا يسبقه فيفته أحد يعني لا أحد يستطيع أن يقتل الإنسان يسبب منه محب قتل كيف قدر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ماتوا قتلا قلبتم على أعقابكم كل واحد كتب الله عليه أجل محدد لقبض روحه وقبض حياته ولا يستطيع أحد أن يسبق الله تعالى في نزع الروح وما نحن بمسبوقين وهو حلقة في سلسة النشأة التي لا بد أن تتكامل إلى أن قال وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون الله تعالى هنا يهدد المشركين والكافرين والملشدين والمجهدين والمجادلين وكأنه يقول لهم لو شئنا بدلنا أمثالكم بدلناكم غيرناكم من فوق الأرض وجئنا بقوم آخرين فيهم الإيمان واليقين هذا أمر هيئ ويسير على الله عز وجل بقدرته أنه يمحي الخلق من الكون من الأرض لأنهم كافرين أو ملشدين ويأتي بقوم آخرين لعمرة الأرض والخلفة فيها بعد هؤلاء وهو قادر على ذلك ولا يعجزه الأمر على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون أن يسيركم الله تعالى بخلوق الأخرى قد يسيركم الله بهائم أو يسيركم حيوانات بكماء أو طيور أو حيتان أو يجعلكم حشرات أو يجعلكم ترابا كيفا كنتم من أول الأمر وننشأكم فيما لا تعلمون الله أكرمنا خلقنا وزيدنا خلقتنا ونفخ فينا من روحه العلية وأعطانا السمع والبصر والعقل والفؤاد وأعطانا وظيفة في الكون وهي الخلافة وتعمير الأرض وأعطانا نعم لا تعد ولا تخصى وطلب منا فقط عبادته والاعتراف بنعمه فقط ما هي عبادة الله؟ هي الاعتراف بوجوده ثم الاعتراف بنعمه ونسعى على منهجه وطريقته ولكن البشر يجادل ثم قال عز وجل ولقد علمتم النشأة الأخرى فلولا تذكرون ربنا يحيل على الاستجلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى انظروا كيف يخلق الله الخلق من ماء ثم يصير إنسان كامل الرجول أو الألوثة ثم يميته مرة أخرى فلولا تذكرون إن القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم إنها طريقة الله إنها طريقة مبدع الكون إنه طريقة خالق الإنسان ومنزل القرآن وبعد أن يتحدث ربنا عز وجل عن الإعجاز في النسل في الخلق يبدأ يعطينا مظاهر في الكون هي أذن فيها بداية والنهاية وببساطة ويسر يقول كلام يأخذ بالقلوب إلى أمر مألوف لدى الإنسان أشياء مكررة نشاهدها كل يوم لكن كما يقال التكرار يولد البلدة أشياء لما تكون مكررة عندنا نشاهدها تكاد أنها تذهب من من مخيلتنا ولا نعلم بأنها معجزة قادرة على تفسير عظمة الله إنها تقع يوميا على مرأة من عيوننا ولكن نصر عن غافلين أول شيء ربنا سوف يحيلنا بعد عالم النسل والخلق دير الأجنة سيحيلنا على عالم الزراعة والفلاحة فماذا يقول حق عز وجل؟ بعد أن تحدث عن الخلق الأول أفراعيتم لا تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمتالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون هنا الدليل من عالم النسل سيبدأ ربنا عز وجل يتحدث عن الأدلة في عالم الزراعة والحرط والفلاحة فيقول عز وجل أفراعيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون الله أكبر هذا مقنان آخر من الله تعالى على عباده ربنا يدعون إلى توحيده وإلى الإنابة إليه أنعم علينا بالكثير انظروا إلى عالم الحرط للزروع والثمار إن عن مدية الحرط من خلالها الأرض تخرج الأقوات والأرزاق والفواكه وما هو من ضروريات وحاجيات ومصالح الناس سبحانك يا جليب ربنا يقرر بمنته فيقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون هذا الخير الذي تخرجه الأرض انظروا إلى الفواكه وإلى التمار وإلى الأشجار وإلى الزروع وإلى القطاني خير كثير الأرض كله خير من الذي يخرج من الأرض خيرتها أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أي هل أنتم الذين أخرجتموه نباتا من الأرض أم أنتم الذين ميتموه أم أنتم الذين أخرجتموه ثنبله وثمره حتى صار حبا حصيدا وطمرا نبيجا أم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي انفرد بذلك وحده وأنعم به عليكم الملاحظ أن غاية ما يفعله الإنسان الفلاح هو أنه يحرث الأرض أنه يشق الأرض شقا ثم يلقي فيها البدور هذا كل ما يفعله الفلاح ولكن من الذي يقوم بإخراج الزرع وإن باتي النبات حتى يؤتي التمار ربنا سبحانه وتعالى يفعل كل شيء ظور الفلاح فقط ينتهي بإلقاء الحب والبدور التي أصلا من صنع الله ويحرث الأرض التي أصلا من خلق الله ثم ينتهي دوره وهنا بعد ذلك يأتي دور الخالق قدرة الله عز وجل حينما يأتي بالرياح ثم يأتي بالأمطار ثم يأتي ربنا عز وجل بالحرارة المناسبة وبالأشعة المناسبة ويبدأ الأمر المعجز الخارق العجيب تأخذ الحبة أو البذرة طريقها لإعادة نوعها حبة قمح واحدة تأخذ طريقها لإعادة نوعها حبة تصير سنبلة في كل سنبلة عشر حبات في كل حبة أطمئة كمثل حبة أنبت سبعة سنبلة في كل سنبلة أطمئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وقف على ذلك كل حبة كل بدرة تبدأ وتسير هذه الحبة في سيرة العاقل العارف الخبير بمرحل الطريق هل يمكن للحبة أو البذرة أن تختاء طريقها كما يختاء الإنسان في عمله لا هل يمكن للحبة أو البذرة أن تنحرف عن طريقها كما ينحرف الإنسان عن طريقه لا هل يمكن أن تضيل الهدف المرسوم لا هل يمكن أن تضع حبة رمان فتعطيك قمح أو تضع حبة درع فتعطيك تفاح أهدى دم لأن كل شيء عنده هدف المرسوم وقدرة الله تتولى الخطأ على طول الطريق فضفنا عز وجل هو الذي يقوم بكل شيء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسف حبته فيقول لا تقولن زرعت ولكن قل حررت فقط حررت فقال سيدنا النبي ألم تسمعوا إلى قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الزرع هو من عند الله أما الإنسان فهو فقط يقوم بعملية الحرط والحرط معرض للأخطار لو لحفظ الله تعالى لو لحفظ الله ربنا يقول كل ينظر الإنسان إلى طعامه إنا شأقنا الأرض شقة وإنا صببنا الماء صب وشأقنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحضائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعانكم هذا كل عطاء الله وخيراته ربنا عز وجل فالإنسان بالنجهود بسيط تأتي الغلة في مجال الفلاحة الأمطار من عند الله الأنهار من عند الله التربة من عند الله البذور من عند الله الرياح من عند الله الأشعة من عند الله كل شيء عند الله والإنسان لا يشكر فقال ربنا عز وجل لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تتكهون يعني الإنسان لا يبغي أن يغتر إلى جمع الحصاب يلو ربنا ولد أنبت بلطفه ورحمته وأبقاه لنا رحمة بنا لو شاء ربنا عز وجل لجعل تلك القروم والنباتات والفواكه والتمار والمحصوب جعله حطاما أي لأيبسناه قبل استوائه واستخصابه أي جعلناه فتاة متحقما لا نفع به ولا رزق ممكن هذا وهو مشاهد يا ما رأينا هناك أناس كحاتوا وكتجي واحدة الرياح أو واحدة جائحة وكتضرب المحصول كامل مئات ملايين تذهبوا سودا ولا غير قليل أما في الواقع العام أن الله تعالى حفظ وهو الذي يبقي لنا النبات بلطفه وبكرمه وجوده فقال عز وجل لو نشعر جعلناه حطاما فظلتم تفكهون أي فصرتم بسبب جعل حطاما بعد سعبكم فيه وما أنتعت فيه من نفقات كثيرة ظلتم تفكهون أي تلاومون تندمون تتحصرون على ما أصابكم ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفهككم تفكهكم فلولا تفكهون فظلتم تفكهون أي التفكه بيلكم الفرح والسرور كله يزول وتقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أي إن قد أصابتنا مصيبة إشتاحتنا وذهب رزقنا مغرمون كالناس أصبحنا عدن الغريم وقال ربنا عز وجل أنتم تعرفون من أين أوتيتم وبأي سبب دوتيتم فتقولون بل نحن محرومون يعني نحن لم نصدق بالله نحن لم نؤمن بالله فوصلنا إلى هذا المستوى لذا ربنا عز وجل يقول تحمدوا ربكم حيث زرع لكم الزرع وأبقاه لكم وكمله لكم ولم يرسل عليكم آثات ولم يرسل عليكم مصائب ولا جائحات ولا جراد ولا أي شيء وأنتم تتدعمون بما أعطاكم إذن ماذا ينبغي ينبغي أن نحمد الله على هذه النعم ثم ربنا عز وجل يتحدث عن نعمة أخرى بعد نعمة الزراعة والفلاحة يتحدث عن نعمة الماء والماء هو أصل الحياة جعلنا من الماء كل شيء حي نعمة الماء نعمة عظيمة فماذا يقول ربنا عز وجل بعدها أفرايتم الماء الذي تشربون أنتم أمذلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر نعمة الطعام ذا الزرع وذي الاتمار فغيرتكورنا نعمة الشراب الشراب العدد الذي مين نشرب الله تعالى يستره وسهله تصوروا أنه لن يكن هناك ماء الله أنزله من المزن ذا السحاب وذا المطر وأنزله برحمة ثم ثرت الأنهار الجارية على وجه الأرض والأنهار الجارية في بطن الأرض وكان هناك الغدران المتدفقة الجدير المتدفقة غدران متدفقة في كل مكان انظروا إلى الأنهار وانظروا إلى السدود وانظروا إلى الأبار خيرات كثيرة الماء في الحياة فانصر الماء به تنشأ الحياة ولا يكون إلا بقدرة الله بالله عليكم ما ضوه الإنسان في خلق الماء هل يزعم أحد أنه خلق الماء هل تزعم أي هيئة أو أي مؤسسة أو أي حكومة أو أي منظمة عالمية هي التي أنشأت الماء الإنسان لا دور له في خلق الماء وإنما ولد الطبيعة الطبيعة صماء بكماء عمياء والذي خلق الماء إنه الله عز وجل أنشأ علاصر الماء وأنزله من سحائبه فهو سبحانه وتعالى جعله عذبا فراتا تسيغه النفوس الله شوف نتشرب الماء كل هذ 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 كمينة دي الماء كيف كانت أول مرة كانت سحاب وربنا أعطاه الرعب ثم وقع الاستضام ما بين السحب وبسبب اندفاع الرياح التي خلقها الله ثم تسقطت المياه في إحدى الأنهار وبعد ذلك الإنسان جرت في الأنهار بالأودية ثم جاء بعض الناس مستثمرين فجمعوها في قنينة وآتوا بها إليه ولما تفتح الصنبور الرجني هذة الماء اللي قد تشرب شوف المراحل لمر منها وربما جاء من المطاقة الآن إن دائلة جدا إحنا في المطاقة دينا كانت شربو من النهر بوري جراجي أبو رقراق وهذة النهر مين جاي من عالم آخر وكيفاش وصل وكيفاش تنظف بشرون تلما كذلك اللقمة للطعام اللي بغيت تاكلها قال لك الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صبقنا الماء صبا وشأقنا الأرض شقا فأنبتت من حبا وعنبا وقضبا وزيتا ونخلا وحضائق غلبا وفاكية وأبا ما تعليكم لأنعانكم ربنا يرشيدنا كل لقمة الطعام كل ما تاكلها طرف الخبز هذا الخبز را كان قمح تخيّد هذا القمح فين كان كيف تنزل المطار وكيف تغرسل ذلك الحبا ذلك القمح وكيف جاءت الرياح ثم الشمس ثم الحرب ثم الزراعة ثم الصنبولة ثم جاء موسم الحصاب ثم تم الشحن ثم الطحن ثم الغرب ثم التسويق ثم عاجلت المنطقة ذلك العجم ثم عاجلت منطقة ذلك المبيع عاجلت عندك ذلك اللقمة وربي كاتبها منهر لول اللي كاتبها بقى حبة كاتب الله تعالي باني سيأكله فلان رحمة الله وكرم الله وجوده فربنا تقول لنا انظروا إلى لقمة طعام وانظروا إلى شربة الماء هذا الماء كنت نعلكم عذبا فراتا تسيقه النفوس لو نشاء جعلناه أجاجة لو شاء ربنا عز وجل وغضب علينا لجعله أجاجة يعني زعاقا مر لا يصبح لشرب ولا لذرع لجعله الله مالحا لا يستسار لجعله تعالى مكروها للنفوس لا ينتدع الإنسان ولا ينشئ حياة ولكن الله من رحمته جعل هذا الماء عذبا طيبا فقال لنا فلولا تشكرون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنذنتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ربنا قال لنا الغرض هم غير أسمع منكم كلمة شكر يا عباد الله أشكروا ربكم إذا شكرنا الله تعالى على هذه النعم فذلك يكفي فاللهم لك الحمد اللهم لك الشكر على ما أعبيتنا من فضل ومن نعيم جار بفضل مشيئتك ولولا مشيئتك ما وصلنا شيء من ذلك فلك الحمد والشكر يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ثم ينتقل ربنا عز وجل للحديث عن نعمة أخرى ولي نعمة النار النار فماذا يقول أفرأيتم النار التي تغرون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ما عز وجل يعدد النعم هذه نعمة أخرى من نعم الضرورية في الحياة لا غنى للخلق عنها الناس محتاجين إلى النار في حوائشهم وأمورهم تصوروا لو أن النار عن موجودة ماذا سوف يقع النار هي شيء اكتشفه الإنسان وكان حدثا عظيما في حياته ربما أعظم حدث بدأت به الحضارة الإنسانية لما خلق ربنا الإنسان كان الإنسان لا يعرف النار ويقال في الحفريات أن الإنسان القديم كان يأكل اللحمة نيئا يأكل اللحمة نية وكان هو مليشة النار كانت تصدم حجرة مع حجرة وتقيد النار كانت يفرح بالنار النار كان يستعملها للتدخئة من البرد القارس كي يكون البرد قارس وما عندهش الملاديس ما عندهش الأغطية فكان كيدرب الحشر على الحشر فتتشعلك النار ويستعملها للدفئ ثم بعد ذلك صار يستعملها بالليل توضيء له ظلمة الليل لأنه يخاف بالليل ثم استعملها سلاح بدل حيات الضارية أي زمنك هناك الدينة صورات وكان هناك مخلوقات غريبة فكان يستعمل النار كسلاح لإذا هجم عليه حيوان مخترس وضارم ويقال أن الإنسان كان يأكل اللحمة نيئا حتى الوحد نهار كان شعر النار يختلفع بها وكله واحد العظم في اللحم كله نيئا خضر ورما به فإذا بدك النار هذا الطرف دي الحم في العظم يطيح في الكتلة ديك النار لا يخترق فشم الإنسان رائحة الشيواء فعلم بأن هذا اللحم إذا تم طبخه صار أشد لذة لذيذا فتعلم هناك الطبخ أول مرة ومن ثم بدأت منافع النار كثيرة لهذا السبب الإنسان الأول عبد المار وكانت الديانة المجنسية كانوا الناس يعبدون المار يعتقدون بأن هي التي تؤنس وحشتهم وهي التي تدافع عنهم من الحيوانات الضارية وأنها فيها في فوائد ونعم كثيرة فظلوا أنها هي الإله تعبدوها ومن ثم نشأ ما يسمى بالديانة المجنسية وفي بلدنا المغرب اليار الزمان كانت دين المنتشر قبل الإسلام قبل نعمة الإيمان كان طبعا طوائف يهودية ومسيحية محدودة لكن الدين الذي كان سائدا قبل الفتوحة الإسلامية كانت دين مجلسية الناس كانوا يعبدون المار وما زال في اللهجة المغربية كان سمعوكم قلوا ناري وكأن استنجاد أو استغاثة كنا نقول يا إلهي يا ناري يا ناري وهي استغاثة بالآلهة كانت أيام زمان لكن لنما جاء الإسلام الحمد لله انطمطت هذه المعالم وبقيت عقيدة التوحيد فربنا عز وجل يذكرنا بهذه النعمة أفرأيتم النار التي تورون هذه النار التي تتشعلوها كيف حصلتم عليها إنكم تستعملونها عن طريق الأشجار من الذي أوجد لكم الشجر أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون شكولي إنشأ الشجر طبعا ربنا عز وجل هو الذي أنزل المطار سوء أي واحد وشوه لي مسؤول عن صناعة الغابات شوف الغابات المنتشرة في العالم غابات الهضامة وغابات كذا وكذا غابات عظيمة هي الرئة المتنفس لأساكنة في كل بقاع العالم وهي ممتلئة بالأشجار من الذي أنشأت الأشجار ليس هناك فلاحة ولا هناك مؤسسات ولا حكومات إنما نشأت من تلقاء نفسها طبعا هي صماء بكمة من طبيعة الذي أنشأه والله عز وجل خلق الله الجبال رواسية أنتمين بكم أوتادا الجبال أوتاد كبطل توازن للأرض وخلق لنا البحار والأمهار فيها المياه وخلق لنا المرتفعات والمنخفضات والروابي وجعل الغابات الشجرية في كل مكان كلها نهندسة باش يكون الكوكب الأرضي أمنا الأرض تبقى دائما منسجمة فربنا هو الذي أنشأ الشجر أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون الخلق غير قادرين على إنشاء الشجر الذي أنشأ الشجر الأخضر هو الله عز وجل ثم ربنا عز وجل جعل النار بقدر حاجة العباد نحن كنتشعل النار بقدر حاجة كندروا البطاقاز ولا كندروا الكانون بقدر الحاجة رحمة الله تعالى فإذا فرغنا منها لمصبحتنا قمنا بإطفائها وإخمادها تصوروا لو أن تلك النار لم تخمض تصوروا لو أن تلك النار هجمت وبدأت تنتشر في كل مكان سيكون هناك خطر كبير على الناس الله عز وجل ماذا قال قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع الموقوين يعني أن الله تعالى الحكمة التي من أجلها خلقها النار لماذا؟ أول حاجة فيها نعمة فيها مدفعة فيها مصلحة وفيها تذكرة نحن جعلناها تذكرة ما تذكرة؟ يعني يخوف بها الله تعالى العباد في نار جهنم الله تعالى كما أعدت جنة وقد تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها كذلك ربنا عز وجل خلق النار وجعلها جعلها في نار جهنم وجعل نهيد خطير لكي يخوف بها العصار ويخوف بها المدنبين لكن ربنا تقول لنا ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا واحد القوم من قسمه التخوف الإلهي عادهما يزيدوا في الطغيان من أهل الإيمان والقسم عمار وجهنم الخوف يشعون بالقش عريرة ويخافون خوفا جسيما ويطلبون من الله المغفرة والإنابة لكن هناك قوم آخرون حتى ولو سمعوا الحديث عن النار وعن عذابها لا يزدادون إلا إصياما عدها الله تعالى صوتا يسوق بعباده إلى دار النعيم نحن أملكنا نسمعنا نخفر من رحمة الله لخلنا يسوقنا إلى الجنة ونبتعد عن النار ثم قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين يعني المقوين هم المنتفعين والمقصود هم المسافرين كانوا المسافرين أيام زمان كانوا ينتفعون ويستمتعون بالنار لأن تنفعهم والبشر كلهم مسافرون نحن كلنا مسافرين نحن نسافر عبر الزمن لأننا نسير إلى لقاء الله كل يوم إنقضى قد سافرنا عبره لكي نصل إلى النهاية فالعبد منذ أن ولد فهو مسافر إلى ربه وقد سأل أحد الصالحين رجل مسيم قال له يا فلان كم عمرك قال عمري ستين سنة قال آهن ستون سنة وأنت تسير إلى الله أو شكت أن تصر أو شكت أن تصر فنحن كلنا مسافرين لهذا قال ربنا عز وجل نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين أي للمسافرين هكذا ربنا سبحانه ذكر هذه النعم الكثيرة ذكر البرهيم العلمية والأدلة العقلية في مجال النسل الخلق والنطفة ونطفة المني ثم تصير إنسان ثم ذكر ربنا عز وجل نعمة الزراعة والفلاحة والتمور والقروم والثوارئة التي ينته فيها لها الإنسان ثم ذكر ربنا عز وجل نعمة المياه نعمة المياه كثيرة والماء أفضل حياة ورحمة الله فوق الأرض وجعلنا من الماء كل شيء حي ثم ذكر نعمة النار هذه مكونات طبيعة الطبيعة بغير هذه المكونات لا تساوي أي شيء الطبيعة حرارة ومياه ولياح وأنهار وخيرات فلما بينا الله هذه النعم كلها مما يجب التناء عليه من عباده وشكره أمرنا بتسبيحه وتحميده كل هذا الكلام أمرنا به ماذا؟ قال لكي نصبحه سبحانه وتعالى ماذا قال في الختام؟ أفرايتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم يعني أن منتهى الكلام والمقصود من كل هذه المقدمات وهذه الشروحات والفيوضات لكي نصل إلى مربط الفرس وبيت القصيد وهو فسبح باسم ربك العظيم معناه نزه ربك أيها الإنسان نزه ربك وسبحه ربك سبحانه هو عظيم كامل الأسماء والصفات ربك كثير الإحسان والخيرات عليك أن تحمد ربك بقلبك ولسانك وجوارحك لأن ربك أهل لذلك ربك هو المستحق لأن يشكر فلا يكفر ربك هو المستحق لأن يذكر فلا ينسى ربك هو المستحق لأن يطاع فلا يعفى كل هذه المقدمات لنصلنا إلى الهدف وهو عبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأسمى مظاهر العبادة هي أن الإنسان ينخلط في الدكر وأسمى مراحل الدكر هو التسبيح باسم ربك العظيم فلهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في رقوعكم نزلت في سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم ولما نزلت في الأعلى سورة الأعلى قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ هذه الآيات كان يختمها بحديث النبوين شريف الحديث المشهور الذي خاتم به الإمام البخاري كتابه الصحيح لما قال حدتنا أحمد بن الإشكاب حدتنا محمد بن فبيل حدتنا عمرة بن القعقر عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان فقيلتان في المزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده رغم كل ما ذكر من أدلة ومراهين على عظمة الله وعلى جلال الله ربنا مع كل هذا ما زاله نتقول فيه شك وفيهم تردد على الإمام لهذا ربنا سوف ينتقل لهم إلى عالم آخر سينتقل إلى عالم السبوات والأتلاك والنجوم ويقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ربنا سينتقل إلى عالم النجوم والكواكب والأتلاك ويفصل في هذه المخلوقات العظيم الدل على عظمة الله وجلاله علم الفلك ومع ذلك هؤلاء القوم لا يؤمنون وما زال هناك متشككين وما زال هناك معاملين إلى أن يختم في الختام فيقول أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلنا رزقكم أنكم تكذبون فيهددهم بالموت يهددنا جميعا بالموت الإنسان إذا كان رأسه في شدة ونفسه في غرضة ربنا يخوتنا بأن تأتي نهايتنا جميعا بالموت فيختم فيقول فلولا إذا بلغت الحنقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يتحدث عن ثكرة الموت هذه المعاني سوف نرجع الحريطة عنها إلى حلقة الغد نتحدث عن مواقع النجوم وعن خروج الروح وعن ثكرة الموت إذا بلغت الحنقوم وعن قسم الله الله يقسم وعن أن القرآن الذي سماه الله تعالى تنزيم رب العالمين وعن الإقاع الأخير في السورة لحظة الموت واللمسة التي ترجف لها الأوصال نسأل الله السلامة والعافية اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا من عبادك الراشدين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين